سيادة القادة، الجند اللي عندك يشتغل في منطقة صعبة يعني ما لا تحتاج إلى تغذية خاصة، نزولة، إجائزة يختلفون عن بقية القطاعات؟ طبعاً لدينا منتسبين أبطال اليوم المرابطين على الثغور وهم محط احترام كل منظومتنا الأمنية معالي الوزير والوزارة الله عز وجل ورسوله يوصي بيهم وبالتالي مقاتلين يعملون في مناطق صعبة وبعيدة لدينا تميز لكن ليس مستوى الطموح الإجازة مثلاً، هل سألين ببغداد ياخذ له سبع تيام؟ مثلاً سألين عندك على شوريا، هم ينزل الإجازة سبع تيام؟ سيادة القائد؟ مبدئياً كل مقاتلين إجازتهم بديل كل نظام البديل؟ هو كله بديل 15 و 15 المناطق البعيدة 15 و 15 حتى نختصر موضوع تكلفة النقل والذهاب والإيابة المناطق القريبة، بعض الحدود قريبة كان يكون في خانقين كان يكون في البصرة سبوع بسبوع أو عشر تيام في عشر تيام حسب قربة من منطقة السكنة مقاتلين إجازتهم كلها بديلة متابعة دقيقة لواقعهم الخدمي أنا تحدثت في البداية أنه معاناة الحدود الخدمية لكن اليوم لدينا متابعة دقيقة وحالة من التكامل وتوفير كل المستلزمات التي نقدر عليها ذول أبنائنا ومسؤوليتنا أولاً أمام الله عز وجل وأمام عوائلهم مقاتلين أبطال وهم مادتنا اللي نقاتل بهم وبالتالي حريصين أن نوفر لهم كل المستلزمات وضحهم الإدارة جيدة خدماتهم وأرزاقهم جيدة وقنوات تواصل معهم على كل كبيرة وصغيرة